أيها الحفل الكريم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الشرفة رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل قدتا من لساني يفقه قولي إنه لمن دواعي السرور والحبور بأن نرى شبابنا يقبلون على الزواج إقبالا عجيبا ملبين بذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغب للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وإنني من فوق هذا المقام ومن هذا المكان المبارك أبارك وأهنئ بلنا السيف بن سالم بن عاجب الحاجري أهنئه لأنه يطع قدمه على أتبة باب إكمال نصف الدين كما أخبر بذلك الصادق المسدوق من تزوج فقد حفظ شطر دينه فليدق الله في شطر الباقي أهنئه بأسعد يوم سيلقاه الليلة إن الليلة سيقول بلسان الحال يا ليل طل وينوم زلي ويا صبح قف لا تطلع إخوة الكرام لقد أخبرنا ألماؤنا في كتب الشريعة والفقر أن غريزة الإنسان هي أعنف وأشرس غريزة على الوجود يعني تفوق جميع الغرائز وبالتالي فهي أشرس وأعنف غريزة على الدنيا بينما نرى كتاب الله تبارك وتعالى يظهر ارتباط الغريزي الوجداني الفطري بأنه آية من آية الله وفطرة ونعمة من نعمه كما أخبرنا بذلك قال في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فسكون الزوج إلى زوجته أو التصاق الزوجة بزوجها أمر طبيعي فطري وكلما تأججت نار الغريزة بين الطرفين كانت أبواب المودة والرحمة مفتحة ومهيئة كي يندمج الطرفان ويضحي كل منهما لأجل صاحبه إخواني إذا أمعنا النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وجدنا أن الله تبارك وتعالى يحرك شعور الرجل نحو المرأة إلى حد أقصى وفي نفس الوقت يضعه في عهد قوي وميثاق غليب يقول الباري تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قمطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهدانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليبا ولكننا إذا تحولنا كذلك وأمعنا النظر في كتاب الله وجدنا أن الله يبث الشعور بين الجنسين من الزوجين كي يدرك كل منهما أنه ضروري للآخر وكأن الله يخاطب الرجل في القرآن فيقول له أيها الرجل إن هذه المرأة هي جزء منك وأيتها المرأة إنك من الرجل انفصلت فإذا كانت المرأة هي جزء من الرجل وبالتالي فلا غنى لحي عن جزئه وإذا كانت المرأة أصلها من الرجل كذلك لا غنى للحي عن أصله عباد الله إن الله تبارك وتعالى يقول في معنى ما قلناه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها كما جاء في سورة الأعراف ولذلك وجعل منها زوجها ليسكن إليها فالنفس الواحدة هنا هو آدم وزوجه هي حواء فهما يعيشان حياتهم الزوجية بحب ووئام واتحاد ويجعل من الاثنين وحدة شعور ووحدة مضجع ووحدة أسرار ووحدة أفكار ووحدة تربية وإنتاج للأولاد وتربيتهم إنني سأذكر بعض الحقوق التي تتعلق بالزوجية الحقوق كثيرة ولكنني لذيق الوقت سأكتفي بذكر حق واحد وهو حق مشترك فيما بين الاثنين يقول المولى تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف يجب على الزوج وعلى الزوجة أن يعاشر كل منهما صاحبه أو صاحبته بالمعروف ومعنى عاشرهن بالمعروف يعني ارفقوا عليهم وتحملوا الاذى منهن ولينوا فيهم تحملوا الاذى لأن المرأة خلقت من ضلع كما قال ذلك رسولنا الحبيب خلقت من ضلعا فلن تستقيم لك في طريقة إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج فاستوسوا بالنساء خيرا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي الجليل عمر بن العاص من أهب الناس إليك يا رسول الله قال عائشة رضي الله عنها قال لا نسألك عن النساء إنما عن الرجال فقال أبوها أو هذا الحديث إن دل على شيء فإنما يدل على أهميته رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدرسنا ويعلمنا على اهتمام عن اهتمام بهذه البيوت قيل لأحد الصالحين هل تحب زوجتك فقال نعم قالوا له كم تحبها قال قلبها قلبي وقلبي قلبها روحها روحي وروحي روحها وأنا وهي روح وقلب واحد حسبها حسبي وحسبي حسبها فيجب علينا أن نعاشر النساء بالمعروف ونتحمل الأذى عنهن حتى يرضى الله بحياتنا الزوجية إخوة الكرام المقام عظيم وإن شاء الله سأكتفي بهذا القليل كما يقولون خير الكلام ما قل ودل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته